السلام عليكم ورحمة الله انا اياض الرضوان معكم من صفحة احلى مواقف شطرنج على الفيسبوك وقناة احلى مواقف شطرنج في يوتيوب رح نشوف اليوم درس بالنهايات وهو عبارة عن نهاية ترخ ضد فيل وهي نهاية مهمة رغم انها تحدث بشكل نادر ولكن من المهم انك تعرف المعلومات الاساسية عنها فخليكن معنا اول شي بشكل عام هاي النهاية تعادل يعني اذا حطينا القطع بوسط الرقعة بشكل عشوائي فرح تكون النهاية تعادل لازمت حالات نادرة مثلا الرخ تستطيع انه تاخد الفيل او يكون وضع خاص ولكن بشكل عام تعادل اذا كنت انت الطرف الاضعف يعني الطرف المدافع الطرف المعوفيل فخططك بسيطة لازم تروح على زاوية تكون معاكسة للون الفيل مثل ما حكينا بفيديو الفورتريس اللي ظهر الان بالبطاقة الصفراء مجرد ما رحت على زاوية معاكسة للون الفيل والفيل احتر الوتر المطل على هاي الخانة المجاورة هاد الوتر رح يكون الوضع تعادل مثل هاد الوضع بالضبط هون الملك محتل خانة سودة وهي عكس لون خانات الفيل البيضاء وبالتالي هذا الوضع تعادل يستطيع اللاعب الاسود هون الحفاظ على التعادل بشرط انه الفيل يضل على هاد الوتر هون منلاحظ الابيض ما عنده اي امكانية لا الفوز فرح يرجع الفيل فاذا عفوا رح يرجع الفيل لهون فاذا كش ملك فممكن يغطي بالفيل ويكون الوضع تعادل لانه اذا حرك الالعارح يكون في عنا استيل مات واذا رجع بالالعارح نرجع على هاد الوتر ومنلاحظ انه هون صعب يعمل لاعب الاسود اي شيء اللاعب الابيض اي شيء فالوضع تعادل هاي هي الخطة الوحيدة للاعب الاسود انه يروح على زاوية معاكسة لون الفيل وهون اللاعب الاسود ما لازم يبقى بالوسط يخلي ملكه بالوسط والفيل بالوسط بخلاف كل النهايات هون رح يكون في خطر على اللاعب الاسود اذا كان ملكه بالوسط المنطقة الوحيدة الامنة بالنسبة للمدافع الاسود هي المنطقة هاي الخضرة اللي بتشكل فيها الزاوية المخالفة للون الفيل اما اذا كنت انت صاحب الروح عن الطرف الاقوى اللي عمس على الفوز فخطتك ايضا سهلة هي بالعكس لازم تحصر ملكه على زاوية مماثلة للون الفيلو مثلا هون الفيلو اسود فلازم تحصر ملكه على زاوية سودة بعدين بتروح بالروح على اي مربع ويفضل انه يكون المربع الاسود حتى تعطي كشمات من مربع ابيض حتى ما يستطيع الفيل يراقب هاي الخانة هلأ اذا فرضنا انه اللعب على الابيض رح نلعب مثلا على السي سيفين والان الابيض الاسود ما عنده اي دفاع عن الكشمات لو فرضنا انه الفيل هذا كان هون فهلأ حتى لو اجا وغطى الزاوية اللي حتى يغطي الكشمات ما رح يستفيد شي رح نعطي كيش رح يغطي بالفيل ورح نرجع نلعب نقلة فاضة هون ومتل ما شايفين الفيل ما بتحرك فاجباري رح نحرك الملك ورح يكون في فوز بعد اخذ الفيل رح نفرض انه هاد الوضع نفسه ولكن الان النقلة للاسود فاذا لعب مثلا نقلة على نفس هاد الوتر رح نطلبه والفيل ما له اي مربع غير انه يغطي والان نفس الوضع السابق نقلة فاضة او نقلة انتظارية والان رح يروح الفيل فلزلك هون الافضل للاسود انه يروح على الجيوان والان الروخ بتدايق الفيل ولو راح الفيل على اي اي مربعات من هالوتر رح نهدده بالالعاة وبنفس الوقت ان يكون هدفنا تهديد الفيل وهدفنا نعطي كيش من الصف الثامن فلزلك الافضل للفيل انه يلعب على الاتش توي على الاتش تو والان الروخ بتهدده ونفس الفكرة مجرد ما راح على الوتر رح نهدده وفي عنا كيش مات فلزلك رح يروح اللاعب الابيض اللاعب الاسود رح يروح على الجي تري والان من هدده مجرد ما صار في عنا هاد التشكيل بنهاية ملك وفيل ضد ملك ورخ يعني الملكين بحالة مقابلة والرخ والفيل على نفس العامود فهون رح يكون في عنا ربح فاذا مسلا راح الفيل رح يكون في عنا كشب الكشف وناخد الفيل فلزلك هون مضطر الفيل انه يروح على الاتش اه مثلا على البيتو وهون رح نروح على السيتو وهدفنا مثل ما انها خانة بيضة لحتى ما يراقب الفيل وهون مثل ما شايفين انتهى الوضع نفس الحالة السابقة والنقلة الانتظارية اللي هي النقلة الانتظارية بتميز اذا كان الملك ما في استلمات يعني اذا كان الملك ما انه موجود بالزاوي وبالتالي صار في عنده نقلة وهون بخسر لاعب الابيض هلأ رح نشوف وضع اصعب شوي هون اللاعب الاسود بالفعل استطاع انه يحط ملكه بخانة سودة وهي عكس خانة الفيل ولكن انه حتى يصير تعادل في عنا شرطين انه يكون الملك على خانة سودة وانه يكون الفيل محتل هاد الوتر اللي بجانب الملك الاسود فهون اللاعب الابيض اذا خطته للفوز انه يمنع الفيل من انه يوصل على هاد الوتر هلأ رح نشوف كيف بداية كيش كيش وهي النقلة الوحيدة والان اهم شي للفوز انه يكون الملكين بحالة مقابلة اللاعب الاسود عم يحاول يهرب من المقابلة فاللاعب الابيض مصير على المقابلة اللاعب الاسود بيهرب من المقابلة طبعا هلأ ما نرجع مناخد المقابلة انه رح يصير فيه تكرار وضع فمنلعب نقلي انتظارية وهيك منجبير اللاعب الاسود انه يلعب بالفيل رح يلعب بالفيل مثلا على الديتو هلأ منرجع مناخد المقابلة بيرجع بياخد المقابلة كيش طبعا ما رح يستطيع انه يروح على الزاوية لانه زراح الزاوية رح ينزل الملك على الافتو وبعدها رح يصير فيه عنا كيش مات اجباري لانه مثل ما انه الفيل ممنوع انه يجع هاد الوتار ويغطي هاي الزاوية فالفيل فالملك مضطر انه يرجع ياخد المقابلة وهذا اللي بدنا اياه وضع المقابلة صار ونقله الى الابياض فهون رح ينبلش انهدد بالكيش مات الفيل مضطر يجي لهون لحتى يغطي خانة التهديد الان نبلش ندايق الفيل طبعا ضروري ندايق الفيل لحتى ما نسمح للملك ونعطيه فرصة انه يهرب من المقابلة فالفيل رح يهرب على الجيتو ايضا مندايق الفيل رح يروح مثلا على الاي فور رح ندايق الفيل لحتى يوصل الفيل للخانة اللي المناسبة اللي بدنا اياها مثلا اذا راح على السيتو هون بلش الوضع الاسود يصير سيئ والان بده يروح على الديتو اجباري لحتى يغطي خانة السي ايت لمنع الكيش مات والان الروك على البيتو وهون صار فيه عالنا ربح اجباري لا اللاعب الابيض لانه ما رح يستطيع يتفادى الكيش فمثلا اذا لعب الملك كيش ما في اي مجال غير تغطية بالفيل وهون صار الوضع ربح واذا حاول يلعب بالفيل كيش رح يرجع بالفيل ومتل ما قلنا منلعب نقلة انتظارية فمضطر اللاعب الابيض انه اللاعب الاسود انه يترك الفيل لانه هو بحالة زق زوان ما عنده غير هالنقلة نرجع شوي فهون بدل ما يروح على السي سيكس فرضا نراح على الاف اس ري وهون اللاعب الابيض رح يروح على الاف تو ومتل ما ملاحظين هذا الشكل يلي حكينا عنه الملكين بحالة مقابلة والفيل والروخ على نفس العامود فهون اللاعب الاسود خسر بسرعة فمسلا ازا راح على الاتش فايف رح ندايقه رح يروح على الاف تو الان كيش ومنلعبنا الانتظارية واللاعب الاسود رح يترك الفيل هذا هو اهم الاوضاع واذا اتقنتم ممكن تتقن كل نهاي هيا نهاية فيل وضد رخ ان شاء الله يكون الشرح عجبكم ونلتقي بنهايات قادمة ان شاء الله شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة